دعنا نذهب إلى صحيفة الانتباه ونقرأ منها دعوة دستورية ضد وزارة الثروة الحيوانية في تفاصيل هذا الخبر أعلن خمسين من مصدري الماشية الحية أنهم بصدد رفع دعوة دستورية ضد وزارة الثروة الحيوانية الخميس لسماحها بتصدير إناث الأنعام إلى الخارج واستمرارها في إهدار موارد البلاد في ذات الأثناء التي يتجه فيه برلمانيون لاستدعاء وزراء بشأن قرار السماح بتصدير إناث الأنعام وأبلغ مقرر شعبة لمصدري الماشية الحية خالد علي محمد خير للانتباه أمس أن السماح بتصدير إناث الأنعام به مخاطر اقتصادية كبيرة على قطاع الثروة الحيوانية وأكد أن التصدير يضيع السلالات الجيدة من الأنعام التي يتمتع بها القطيع السوداني ما هي الجدولة الاقتصادية التي من الممكن أن تتحقق لوزارة الثروة الحيوانية بتصدير إناث الأنعام هو المتيش في هذا الخبر أن الاعتراض والكلام حول القضية الدستورية جاء من مجموعة من المصدرين معنى أنهم المستفيدين من تصدير الإنعام أنهم يعترضوا على تصدير هذه الإناس القضية هذه مفتوحة من عام 2008 لما صدر ذات القرار من وزارة الثروة الحيوانية بفتح الباب لتصدير الإناس وحدثت ضجة كبيرة جداً في أن هذا يمكن أن يضيع على سودان سلالات نحن من فصائل مختلفة نعم كل الحديث كان في بداية إناث الإبل بعد ذلك إناث الضان كان الحديث عن أن سلالات سودانية ستضيع أن الدول التي نصدر لها يمكن أن تستفيد من السلالات السودانية وهذا خطر على سروتنا الحيوانية وخطر على واحدة ميزاتنا التفضيلية قبل قليل نتحدث عن ميزة تفضيلية في الاقتصاد واحدة من ميزاتنا التفضيلية أن نحن لدينا سروة حيوانية بأعداد ضخمة هذه السروة الحيوانية الاختلاف بينها وبين السروات الحيوانية الموجودة في العالم أنها تغتات على مراعي طبيعية صحيح هي تحتاج لبعض التطوير في الأبحاث وفي تطوير السلالات وفي تحسين إنتاجها لكن أنها تغتات على مراعي طبيعية هذا أمر يعطيها ميزة تفضيلية في العالم والتساهل في أن نصدر لأن وزارة السروة الحيوانية كان هناك قرار بمنع زبح الإناث داخلية حفاظاً على السلالات الآن هذا أمر خطير أن يصدر قرار من وزارة السروة الحيوانية وأن تقول وزارة السروة الحيوانية أن هذا القرار ميافق عليه مجلس الوزراء في تصدير إناس السروة الحيوانية بعد قليل سنفقد الآن سوق الأساسي بالنسبة لنا الخليج بعد شوية سنفقد سوق الخليج لأن دول الخليج يمكن أن تستخدم هذه الإناث في تحسين السلالات بسلالات أخرى تستوردها من بلدان أخرى ويصبح لديها إنتاج ولا تصبح غير محتاجة لاستيراد سروة الحيوانية طيب الآن يعتبر أن السلالات تميز بسلالات مميزة إذا حدث هذا التصدير ألن يفقد السلالات هذه الميزة؟ قطعاً طبعاً السلالات السلالية صحيحة عندها بعض الميزات لكن هناك عندها بعض النقص يعني مثلاً السلالات السلالية في إنتاجها في الألبان محتاجة لتحسين لذلك نجد أنها عملية تحسين بسلالات من أوروبا في إنتاجها للحم محتاجها لبعض التحسين لكن أن تقدم هذه السلالات من الإناس لدول أخرى هذا كأنما أنت تعطي كل ميزتك التفضيلية وكل صروتك لجهة أخرى يمكن أن تستثمرها يمكن أن تدخل بها في مجالات أخرى وقطعاً سيكون الخسارة عائدة عليك بشكل كبير هل تتوقع أن يصدر قرار بإيقاف التصدير بعد تصعب الدعوات في البرلمان وتقديم دعوة دستورية؟ إذا كان حكمت المحكمة الدستورية إذا استطاع البرلمان لأن القرار صدر كما قالت وزارة السرع الحيوانية كما نقل عن وزارة السرع الحيوانية أن القرار صدر من مجلس الوزراء أو وافق عليه مجلس الوزراء إذا استطاع البرلمان إيقاف هذا الأمر سيكون هذا أمر يحسب له أنه يستطاع أن يتمنى القضية إذا صدر القرار من المحكمة الدستورية ووزارة السرع الحيوانية ومجلس الوزراء لا يمتسل إلى قرار المحكمة الدستورية نأمل أن يصدر القرار الذي يحفظ سروة السودان الحيوانية ويحفظ مستو التفضيلية ويحافظ على السلالات السودانية